محاولة فرنسية لتحريك المياه الراكدة في الحل السوري كشفت تفاصيلها صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادر رسمية في باريس المصادر قالت إن فرنسا اقترحت على روسيا إلغاء إجراء دستور سوري جديد والانطلاق من الدستور الحالي حيث تعدل نحو ست نقاط خلافية فيه النقاط المذكورة تشمل صلاحيات الرئيس الموسعة واستقلالية القضاء وبعض مؤسسات الدولة فضلا عن العلاقة مع المؤسسات الأمنية حسب المصادر التي شددت على أن تجري عملية التعديلات برعاية دولية للوصول إلى دستور معدل بدل ما وصفته إضاعة الوقت في صياغة دستور جديد على أن يمهد ذلك الانتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة المصادر الفرنسية أضافت أن موسكو نقلت المقترحة جديد إلى بشار الأسد الذي وافق عليه شريطة اقتصار الانتخابات على الداخل السوري أي بعيدا عن ملايين السوريين الذين هجرهم منذ عام 2011 وهو ما يعني لدى أولئك السوريين أن النظام يريد إعادة تدوير نفسه في عملية توفر له شرعية يبحث عنها المقترح الفرنسي من حيث المبدأ يعني التخلي عن جهود إقامة لجنة دستورية يسعى إليها المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون فيما يعتبر كثيرون أن مقترح باريس نابع من قناعة دول غربية عدة ترى أن الوضع في سوريا قائم على إعادة خلط الأوراق بعد تعديل الموقف الأمريكي المتحرك الذي تعاني منه باريس وربما وجدت نفسها مضطرة لتنسيق مع موسكو